وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى لاستضافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 في شهر نوفمبر القادم على نحو يعكس مكانة مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين لمتابعة أعمال اللجنة الوزرية العليا للإعداد لاستضافة مصر للقمة حيث واجه أيضا بزيادة استخدامات الطاقة النظيفة بالمشروعات القومية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والفترول والثروة المعدنية والسياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الطيران المدني ومحافظ جنوب سيناء المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة أعمال اللجنة الوزرية العليا للإعداد والتحضير لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ كوب 27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى ومواصلة الجهات المعانية المختلفة بتعزيز جهودها لاستضافة وإخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية سواء على مستوى التنظيم والاستضافة أو على مستوى الشق الفني والموضوعي أو فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهايدروجين الأخضر وسائل النقل الصديقة للبيئة وقد عرضت اللجنة الوزارية أهم محاور قمة شرم الشيخ القادمة والنتائج المرجوة منها وكذا التنصيق الجاري في هذا الإطار مع رئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر إلى جانب الرؤية المصرية المتعلقة بالجوانب الموضوعية والمتمثلة في الانتقال بأعمال القمة من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ والدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ في أهم محفل متخصص للأمم المتحدة خاصة ما يتعلق بالتكيف وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة كما تم عرض مستجدات التنصيق مع سكرتارية الأمم المتحدة بشأن الإجراءات والتفاصيل اللوجستية والتنظيمية لتوفير مختلف الخدمات للمشاركين لا سيما من حيث التنقل والإقامة والاتصالات والخدمات الصحية فضلا عن استغلال المؤتمر للترويج السياحي والاقتصادي لمصر بالإضافة إلى استعراض الشق الفني الخاص بالتعامل مع الشركاء الدوليين وحجد التمويل إلى جانب الشق المالي والتصور المبدئي للموازنة وجهود إعداد وتدريب الكوادر البشرية لإدارة المؤتمر فضلا عن الاستعداد الجاري بمدينة شرم الشيخ لا سيما في الجوانب الأمنية من خلال شبكة الطوارئ الموحدة كذا جهود رفع كفاءة الخدمات الأساسية بالمدينة وتحديد الهوية البصرية الموحدة لها لتكون شرم الشيخ مرآة لمصر أمام العالم